أهلا بيك وبيكي في مدرسة المسيح المدرسة دي بالنسبة لي حلم حلمته سنوات طويلة والنهاردة بشوفه يطلع للنور إننا ننسجل بالصورة دية الحقائق الروحية الأساسية في حياتنا مع ربنا بطريقة منظمة متسلسلة كتابية واقعية تطبيقية عشان كده سمناها مدرسة المسيح مدرسة بندعوك فيها أنك تكون تلميذ تلميذ بصحيح للسيد والمعلم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح في المدرسة دي حندرس 12 كتاب كل كتاب فصل بيلمس جانب من أهم جوانب مسيرتنا مع الله تقدر في المدرسة ديك أنك تسجل نفسك تلميذ على الويب سايت باسمك أو باسمه مستعار وبالتسجيل ده تقدر تنزل من على الويب سايت كل الدراسات والأسئلة والشيتات اللي أنت محتاج تجاوبها وتبعتها لنا وتقدر كمان ترسلنا بتساؤلاتك واحتياجاتك عايزين نقف جنبك ونساعدك بالمشورة والرد على أسئلتك ربنا يقودك معنا في رحلة رائعة تكون فيها تلميذ للمسيح أرحب بك عزيزي المشاهد داخل استوديو على شاشات التلفزيون في حلقة جديدة من مدرسة المسيح الأخبار اللي عمالت جلنا من حول المنطقة العربية كلها مشجعة للغاية من عدد الناس اللي بتواظب معنا على هذه المدرسة من عدد الناس اللي تستخدم السايت بتاعنا دلوقتي بشكل منتظم وهائل وبتستخدم كل الرسورس والإمكانيات اللي موجودة فيه عشان تقدر بحق تتعلم وتعيش ما أراد المسيح أن يعلمنا إياه رحلة اكتشاف الحق في الكتاب رحلة بديعة استمتعت بيها في حياتي وربنا هو عمالي فهمني ويعلمني عن الحق اللي بيقنع العقل وبيلمس القلب وبيغير واقع الحياة وهي دي المدرسة معرفة واختبار وتطبيق في الحياة في الرحلة بتاعتنا دي توصلنا مؤخرا للحديث عن الصلاة عن اللقاء الله العظيم عن الأرض المقدسة اللي فيها براه ويراني أسمعه ويسمعني ونستمتع بالشركة الحقيقية اللي فيها الشبع والري اللي فيها نتغير إلى تلك الصورة عينها وفي الرحلة دي اتكلمنا عن ايه هي الصلاة والخلوة ليه ربنا بيدعونا الدعوة دية ايه محتويات الصلاة الخمس ايه محتويات قراءة الكتاب الخمس اللي اتكلم عنها الكتاب بصورة واضحة واكد عليها ان فيها الاثراء والغنى زي الوجبة الشاملة بتاعت الطعام اللي بأكل حتى أشبع وبعدين قلنا اذا وقفنا عشان نتفكر حنلاقي صعبة لوحدنا رحلة ماينفعش اعملها لوحدي بس انا مطالب اني اختلي بيه لوحدي معاه عشان كده هو بيقولي انا هساعدك تسمح لي اساعدك تسمح لي تمد ايدك وانا اخدك معايا في الرحلة دي في المقابلة تسمح لي ان اللقاء ده انا اقوم بيه لمصلحتك تسمح لي وده العنوان اللي سمناه دور الروح القدس الساكن فينا الله الحال في داخلنا عشان نستطيع ان نصلي وعشان نستطيع ان نقرأ الكتاب ونلتقي بربنا الجزء ده بيقولنا بوضوح ان عمق شركة مع الروح القدس سكنة فقط ولا سكنة وملء حتأثر تأثير هائل في عمق ممارسة العلاقة مع ربنا شكده الناس اللي اختبروا الامتلاء من الروح القدس عارفين يصلوا بطريقة مختلفة وعارفين هما بيقروا الكتاب يستمتعوا بربنا بطريقة مختلفة ليه لان هو اللي بيساعدنا نصلي ونفهم وندرك الكلمة هو خلي بالكم الحكاية دي زي ما اتفقنا في الحلقة اللي فات دي ارض مقدسة سيب ربنا ياخدك فيها مد ايديك وهو يقودك اتكلمنا الحلقة اللي فاتت كلها عن ازاي بيساعدني وانا بصلي مظبوط الحلقة دي عايزين نتكلم بيساعدني ازاي وانا بقرأ الكتاب المقدس عشان اقدر افهم وعشان اقدر اتأمل وعشان اقدر اطبق في واقع الحياة اسمحولي انا اللي ابتدي مش حضراتكم عشان اديك وقت كفاية قوي للأسئلة لان نعملين نقفل على صوابعكم الحلقات الماضية وحتتخنقوا معنا واحنا عايزين نسمع الاسئلة بقدر الامكان لانها مفيدة مش بس لحضراتكم لكن اللي بيشاهدونا على شاشات التلفجان مكتوب عن الروح القدس انه روح الحق لما المسيح قاعد يتكلم انه هأرسل لكم الروح القدس لما اذهب الى الآب سمى روح الحق سمى كتير قوي روح الحق بيقول كده في يحنى 14-17 روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يرى ولا يعرفه اما انتم فتعرفونه لانه ماكث معكم ويكون فيكم بكل اسف اتفرقت على برنامج والبرنامج ده كان عمالي تكلم ان باراكليتوس او باراكليتوس الروح القدس هو نبي حييجي بعد المسيح مش عارف منين الفكرة دي جت في كل مرة تكلم الكتاب عن باراكليتوس او الروح القدس اتكلم على انه ماكث معنا ويكون فينا اتكلم المسيح لما بيقول انا لا اترككم يا تامح ارسل المعزي دلوقتي ليس بعد هذه الايام تمتلئونا من الروح القدس وهذا حصل بعد عشرة ايام من السعود فاكيد الكلام عن الروح القدس وبراكليتوس وروح الحق هو مش نبي تاني جاي بعد المسيح ماكث معكم ويكون فيكم اسمعوا كمان قال ايه المسيح متى جاء المعزي الذي سأرسله انا اليكم من الاب روح الحق الذي من عند الاب ينبثق فهو يشهد ايه ليه يعني دور الروح القدس يشهد عن مين عن المسيح انه ابن الله الاتي الى العالم لان ديش شهادة الاب لما كان المسيح موجود لما قال هذا وابن الحبيب له اسمعه فالروح القدس بيأتي ليشهد في ضمائرنا عن الروح القدس لانه روح الحق اسمعوا كمان بيقول ايه ومتى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور آتي سمعه روح الحق وخلي بالكم لانه روح الحق هو اللي بيرشدنا للحق بيعلمنا الحق بيفهمنا الحق بيشربنا الحق بيحيي الحق في دواخلنا عشان كده خلي بالك من الآية ديت مزمور 119 المزمور اللي انا بحبه اللي مش عارف كم واحد بيحبه اللي بيتكلم عن الكتاب المؤدس مزمور كامل بيتكلم عن كلمة الله انا بحب الكتاب ده قوي بموت فيه مزمور 119 حب الكتاب ده قوي ومات فيه بيقوله ايه بيصلي وبيقوله ايه فهمني فألاحظ شريعتك واحفظها بكل قلبي فهمني يعني مين حيفهمني اللي انا بقى رأى ربنا ده راجل كبارة كاتب مزمور 19 ده ده واحد من كتاب الوحي مش داود مش عارفين مين ده واحد من كتاب الوحي رايح ربنا يقوله فهمني شريعتك ها فهمني انت كتبت قلت ايه فهمني اللي انت كاتب ومش دا لكاتب انت الوحي اللي ترى تشرح لي ده دور الروح القدس انه يشرح لنا فنفهم الحق لأنه الروح الحق هو اللي اوحى في الانبياء بالكلمة مش كده مش هو اللي اوحى فهو اكتر واحد فهم ايه المكتوب دوت فهو يشرحولي لما اجي يقوله فهمني يقول لي لأ تدفع كام انا ما بديش دروس خصوصية روح الكنيسة يقول لي كده وليقول لي يا سلام يا حبيبي تعال فهمك تعال فهمك خليني اقول لكم ان دي من اجمل حاجات اللي حصلت معايا في حياتي جزء كبير جدا من اللي انا بشرحه في المدرسة دي حصل معايا كده بتقوله انا مش فاهم تسمح تفاهمني انا مش فاهم انا على قد دي انا مش فاهم انت مش فاهم اه انا مش فاهم انت تفاهمني فكان بيشرحلي درس خصوصي يعني ها فضلنا بقى واحد واحد يدينا درس خصوصي موساكن فينا بيملأنا ويتمنى يشرحلك هو يتمنى يشرح لنا المكتوب فنفهم الحق اما المعزي الروح القدس الذي سيرسيره لقاب باسمي فهو يعلمكم 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 هيعلمك هيشرحلك هيفهمك وبعد شو راح هنقول على الكلمة التانية دي ويذكركم تحفظه هو يفكرك باللي انت حفظته وقت ما تحتاج هو عارف انت حفظ ايه فبسرعة وقت ما تحتاج يروح دايس على الآية اللي انت محتاج له هادلوقتي وقت التجربة او وقت الخدمة او وقت ده حوار مع حد ويرحت لعالك افتكرتها ازاي الآية دي ما هذا دوره ان يشرح لي وكمان يفكرني حنجلها حالا آية تانية بتقول نفسي حكاية في يحنى الاولى 2-27 اما انتم فالمسحة بتكلم عن الروح القدس التي اخستموها منه ثابتة فيكم الروح القدس ثابت فيكم مؤمنين ولا حاجة بكم ان يعلمكم احد بل كما تعلمكم هذه المسحة عينيها عن كل شيء وهي حق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه ايه القوة دي بس كم واحد فينا بيستخدم المسحة دي بالذات لو انت ممتلق من روح القدس دي المسحة الحقيقية مل المسحة الروح القدس عايز يعلمك عايز يشرح لك عايز يفهمك عايز زي ما قرينا ان اللي بينقلني من المعرفة للإدراك هو روح الحكمة والايه والإعلان مين صاحب روح الحكمة والإعلان الروح القدس فهو بيفهمني وبعيني يعلن لي فاللي بينقلني وانا بقرأ الكتاب من اني فهمت للي فهمته ده ينور قدام عنايا ينور انا بلاقي كده زي فلاش كده الكلمة روح منورة قدامي كده ايه ده عوني ما خدت بالي ايه ده ايه ده ايه ده فبروح داخل جوه الحقيقة فقدرك فقدرك فهو بيشرح لي وبعدين يعلن لي الحقيقة عشان ادركها وبعدين يخصص المكتوب ليك وانت بتقرأ كده يروح حامس في ودنك الجملة دي لك انت بقى صح كده وتلاقي دي الاية اللي روح تمخطط عليها قلت ربنا كلمني النهاردة اللي بنسميها اللوجوس والريمة اللوجوس الكلمة المكتوبة الحق العام والريمة الكلمة الايه الخاصة فهو انا بقى ارى يروح منور دي يقول لي ده انت النهاردة الوعد ده ليك التشجيع ده ليك الامر ده ليك الفهم ده ليك الامتحان ده ليك فبلاقي بيكلمني مش بس بيفهمني مش بس بيعلن لي ده بيكلمني بس مش كده لو انا بفهم بادرك وبسمع كلمة خاصة لينا ويفكرنا بالمكتوب اللي اختزن جوانا وقت التجربة زي ما قلت نفس الآية رجعنا لها تاني بس علمنا المرات يعالى يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم ازاي التلاميذ ادروا يكتبوا الاناجيل افتكروا ازاي الكلام اللي قالوا المسيح والامثال رحوا قدس فكروا رحوا قدس فكروا ده منلاقي بولس بيستخدم آية في سفر الاعمال متوجدتش في الاناجيل مع انه ما كانش من التلاميذ لانه اسمحها من التلاميذ متذكرين كلمات الرب يسوء انه قال مغبوط هو العطاء اكثر من الاخ مش موجودة في الاناجيل كلها افتمنين يا بولس الكلام ده سمعتهم بيقولوها مش موجودة في الاناجيل اتكتبت في سفر الاعمال يذكركم بكل ما قلته لكم انت كده ماشي معايا يعني تشرح لي وتفكرني وتعيني وتصلي في يعني انت فضيلي هو نالية اغلى منك احنا مش مصدقين دي مشكلتنا احنا مش مصدقين قيمتنا ومكانتنا ومحبته ومعزتنا عنده الاية الاولانية دي من الايات اللعبة دور كبير قوي في حياتي انا الشخصية انا انا اسف ان مارات بحكي عن نفسي شوية بس انا عايز اقول قد ايه الكلام ده حقيقي مش مجرد بنقول كلام كتعليم ارمية تلاتة وتلاتين وعدد تلاتة ديت واحدة من الشعارات اللي اللي كتبتها في قلبي وانا بقرأ الكتاب المؤدس عبر السنين الطويلة اللي فاتت بيقول له ايه ربنا بيتحدى ارمية بيقول له ادعوني فأجيبك وأخبرك بعضائم وعوائز لم تعرف ادعوني فأجيبك اطلب مني اطلب اكترق يا ارمية اطلب مني وانا هعرفك حاجات عضائم وعوائز مشاكل كبيرة اوي 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 حفاهمالك حقائق روحية كبيرة اوي الكتاب والفلاسفة والرجال الدين ما فهموهاش انا حفاهمها لك ادعوني فأجيبك وأخبرك بعضائم وعوائز لم تعرفها انا قلت من حقي انا يعني طب انت قلتها الارمية طب من حقي كمان ولا هو ارمية بس يعني انت عنده خيار وفقوز قال لي ما عنديش خيار وفقوز يعني لو انا عملت الحكاية دي هتخبرني قال لي اه طب جرب قال لي اخلتنا خلاص علمني وفهمني انا هقرأ واشرحلي ورد علي اسكر في مرة دخلت صلي وجيت اكلم واصلي فلاقيت نفسي ما عنديش حاجة وعايز اسكت ولقيت بقضي درس خصوصي قاعد كده رب نقول فاكر اخر حت قريطهم يعني حسيت جوايا اه فهمت مش قوي طب فاكر حت الفرمية فهمة مش قوي طب حطوهم جنب بعض حطوهم جنب بعض قلت له انتو شرحوا بعض قال لي فهمت الصورة على بعضها تلت ساعة تلت ساعة انا فاكر يوم ده كويت تلت ساعة درس خصوصي بفهم عظائم وعوائص في كتاب فهمت بس انا ما صليتش لسه حسيت جوايا قوم قوم الوجبة كانت تقيلة قوم ربنا جاهز يعين ضعفاتنا ويخبرنا بعضاء معوائص لم نعرف ارجع مزمون 119 بيقول اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك يعني بيني وبينك كده ما تردش بصوت عالي عشان الناس ما تسمعكش ده شوء قلبك عمرك صليت الاية دي بتقول اكشف عن عيني وانا بقرأ عشان أرى عجائب شريعتك عجائب مش سطحيات عجائب روعت كلامك دي صلاتنا لو دي مش صلاتنا هيعلمنا غزبا عننا هيعادني يقول لي هشراحلك هشراحلك يعمل كده اتفقنا دي ضريقته بيحترم حريتي احترم حريتي شمعنى بحصل مع فلان وفلان كده ما حصلش معايا عشان هما طلبوا خدوا عشان هما عايزين وعشان انت مش عايز شنوه قرر يبقى تلميذ ويجلس عند عند اقدام المسيح ويبص عليه ويبص عليه ويقول له علمني شرح لي فاهمني ده اللي حصل مع التلميذ مسيح كان يحكي مثل والجمعة تسمع وتمشي وبعد التلميذ يروحوا لقلوا ما فهمناش ما فهمتوش ايه ما فهمناش المسيح هو ده مين قال له مسهل قوي الزارع ده ابن الانسان ده انا طب والزارع والبزار ده كلمة الله طب كايز قوي فهمنا طب قال من الطريق دول الناس اللي بيسمعوا من هنا ويطلعوا من ناحية تانية طب دول مين دول اللي بتحمسوا بسرعة اوي 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 وانفعال عاطفي وما فيش اصل جواهم طب ودول مين ودول الناس اللي همهم العالم والغنى بيأكلوا الكلمة ودول مين دول الارض الخزبة الطيبة اللي حرت قلبه وعايز وما سمحش لحاجة تانية تعوق ان كلمة الله تنمو في حياته ياه فهمنا مين فهم اللي راح ايه اللي راح سأل البقين سمعوا قصة حلوة قوي بيحكي حكاياته حلوة قوي المسيح حكاياته حلوة قوي وشيقة ومشيو فهموا حاجة فهموش اللي راح سأل حصل ايه فهم بتروح تسأل مو مش اجرعلي انت جربت وما شرع لاش احنا محتاجين ربنا في طريق الصلاة احنا محتاجين الروح القدس في مسيرتنا احنا مش حنعرف نعملها لوحدنا انت قلت انها صعبة ايوة هي صعبة بس مع الروح القدس الصلاة وقراءة الكتاب رحلة ممتعة هو فيها عايز يعين ضعفك وعايز يعرفك كيف تصلي وماذا تصلي وعايز يفهمك وعايز ينور عينيك وعايز يعلمك وعايزك تدرك الحق وحيغيرك وحيقولك تعمل ايه تمد ايديك وتقوله سقني اسئلة انا عندي معلومة كده وصلتني من فترة وسعيت حركة تأكدها ايوة من حد رجل صلاة يعني شكر ربنا انه انه ربنا لما انا بحس بمشاعر جوا ان انا نفسي قاعد معاه ده بتبقى ربنا هو اللي دعيني ممكن قوي الاشواق دايما ناحية ربنا اكيد ده من ربنا مفيش اشواق ناحية ربنا من ابليس صح لا انا قصدي انهما دايما لو حصل اي مرة لقيت نفسي نفسي مع ربنا يبقى ده من ربنا انا ده مش من جوا المشاعر الايجابية الروحية دايما من عند ربنا ولو من عندي تزعلني هلقوا لي مش عايز قابلك دلوقتي انت ايه اللي جابك يعني ربنا دايما عايز يقعد معايا فلو هو اللي دعاني او انا اشتقتله الاتنين بالنسبة له خير بس دايما ده عمل الهي مش هخاف مش هتردد ده انا ولا ربنا ولو طلعت انا مش هيقابلني بحست يعني تقول لي انت طب الاول يعني وعايز دايما يقابلني صلوا كل حين انا جاهز اربعة وعشرين ساعة صح ولما مش بيبقى جوايا نفس ان انا عدى بيبقى هو مش عايز وقتها اطلاق مع دل انا عشان كده خالص خالص ملايش نفسي ده نفسي مزدودة زي ما نفسي مزدودة على الاكل مش كلا بتبقى حاجة نفسية اكتر منها اي حاجة تانية ايه لو عامل عامله هربان من ربنا زي يونان عامل عامله مش عايز يصلي لو صليها ربنا عقول له هتعمل ايه هنا مزبوط مزدودة مزدودة قال يسمعلي واللي قال يفكرني قال في آية يسمعلي قال يقرأ الكتاب جوايا في آية بتقول يقرأ كلمة الله في داخلك فيه ده كسل ما بعده كسل ولا مؤغزة انا ام بدوري و هو ي tumbى دوره لكن هو يم بالدورين و انا بقى ايه اوه عايزلي لازمة دايما عشان يقوم لعزر قال انتو ضحرجوا الحجر قال له قال لا اللي يقوم لعزر يضحرج الحجر قال لهم لا اللي يضحرج الحجر انتم و اللي قوم لعزر انا موافقين ولا لا انت تحفظي وهو يفكرك ايه رأيك مانابا انسى هو هيفكرك بس انت حفظي انت باتابري بما اني حنسا ما احفظش. صح? لا انتي تحفظي وهو يتفكرك. طيب سؤال التاني. سؤال التاني. اه وريني مجدك. اه. بما اني ترمزت المسيح دلوقت. اه. فتعلمت ان انا ما قلش انها هتجربة. اوكي? انها تجربة. انه اي حاجة انه ربنا بيجربني. تعلمت دي. اه ان ربنا لا يجرب احنا. اه. وريني مجدك دي مرتبطة بالامتحان? خالص. قريني مجدك دي. اعلن لي عن نفسك. ملاش دعوه خالص بالامتحان ولا بالتجربة. اه اه. اوكي. يعني ناس كتير. موسى لما طلبها كان في اي ظروف وحشة لا سمح الله. لما قاله قريني مجدك دي قعد معا على الجبل قال له انا بسمعك بس مش هفتكش. عايز اشوفك. قال له انا مش مكتفي اني بسمعك. وبتكلمني زي ما بيكلم الانسان صاحبه. انا عايز اشوفك. دي لكان التجربة ولا اختبار ولا امتحان ولا زروف وحشة ولا اي حاجة لا سمح الله. دي اشواق. اني اعرف ربنا. اه طب ليه ليه احنا مرتبط في ذهننا? عشان اقول احنا. مش لازم اقول انا الواحدي او او هما بس. انه كلما اقول كلمة وريني مجدك وابقى جوايا قوي عايز اشوف مجد ربنا بتبقى فيه حاجات كثيرة قوية بتخبط فيها. وربنا خبطوا ساعتها? حصلت له مصيبة عشان نشوف اره مجد الله. ما هو لازم موسى? انا بس انا باخد المسأل اللي جبنا منه الاية. احنا تعلمنا الاية دي من موسى صح? ام. كويس? فده احنا اخد مبدأ من المبادئ له. التكست انت كونتكست. يعني الاية والقارينة بتاعتها. فالاية دي اللي تعلمنا الدرس بتاعتها القارينة بتاعتها. لا في مصيبة ولا في اختبار ولا في تجربة ولا في قلم ولا حاجة خالص. ولا لما ربنا وراه مجده لا مرت ضيقة ولا تجربة ولا مصيبة ولا اي حاجة. اريني مجدك. فتحصل حدثة عشان اشوف ربنا. ليه لا سمح الله ليه? ليه احنا عندنا هذا التصور? جبنا منين? التعليم. منين مش عارف منين? ده ربنا بيريني مجد وانا قاعد معاه لوحدنا. ده ساعة تفضل قاعد معاه. وقال له انا حضع يدي على 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 عينيك. وحاجيس كل جودتي قدامك. وحتشوف. لما ربنا بياخدنا في الصلاة واللي بيسموها السياحة والانتقال. واني انتقل من هاد. لما 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 بوليس بيقول صعدة الى السماء الثالثة ديت. كانت مصيبة حصلت? خالص. مش اي علاقة بين الاثنين. بين اري مجدك وبين تجربة وحادثة ومصيبة. في الحادثة والمصيبة ربنا بيأتي لينقذنا. فبيعوض هذا الالم بتاع زيك. ما يكونش لي قصدل اي حاجة? مش هايز يوصل لي اي رسالة? لا مناش دعو. لو انا معرفش حاجة عن الروح القدس. ها عرف ازاي اميز ما بين انه هو بيبكتني او انا عندي معلومات في علم النفس فعرف اميز قوي ان انا اللي عملته ده اسمه غيرة. اللي عملته ده اسمه دونية. اللي انا عملته ده اسمه كذا. كمان في الكتاب المقدس ها عرف منين انه انا عشان نفسي ان انا مثلا اجيب اولاد. فالاية دي اخلص. هاي دي بتاعتي وربنا بعتها لي مثلا يعني. فازاي اميز دوره الاعمق والمغير والشافي بعيد عن معلومات نفسية تكون عندي يعني. كويس قوي. خليني اسأل السؤال طريقتي. اميز ازاي صوت الروح القدس من صوت ابليس من صوتي انا. صوت ضميري صوت صوت سيكلوجيتي صوت معرفاتي الانسانية مش كده. اميز ازاي الثلاث اسوات دول من بعضهم صح? احنا عملين جدول لما نتكلم عن الحرب الروحية عملين جدول كده التمييز بين الصوت الالهي صوت الروح القدس وبين الصوت الشيطاني صوت ابليس فيه ضمائرنا. جدول كده مكاومة من ست حاجات. ابيض وسود. لا تخطئه عين. منهم انا ما عارف ان ده مش سؤالك. حاجيلك حاضر. ابيض واسود. لان هنا صوت منخفض هنا صوت عالي. هنا صوت ملح. هنا صوت غير ملح. هنا بيشاور على الغلط. هنا بيشاور علي. انت وحش. هنا بيشاور على الغلط وحش. فحاجة جدول كده. جدول كده. تحط اي حاجة جواك على الجدول دي. تقول على طول ده ربنا ده ابليس. مشكلة الاكبر ده ربنا ولا ده انا. صح كده? برضو نقدر نحط جدول. هل ده كان ميلي الطبيعي وده اللي انا عايزه? فبلوي الايات عشان تحقق رغبتي. ولا انا اصلا كنت مسلم اراتي ومش منحازن رغبتي. طب انا مثلا عارفة ايه غيره? يعني انا نفسي في حاجة معينة. او تشجع الملء. ربنا بيقولي على اللي انا نفسي في. انا نفسي في ولد معين. وبعدين وانا بقرأ كده. وربنا يعطيك سؤل قلبة يبقى عيد ديوني. تاني يوم قال ليه خطب حد تاني. كده يا رب برضو تعمل في العملة دي. مثلا يعني. فاماني? ففي حاجات هتساعدني. وانا بميز ما بين صوت ربنا وبين صوتي جوايا. كويس? خلينا نقول مرة نعمل جدول ونحط الحاجات دي. بس انا خط مسهل. لان ده دايما دراسة ازاي اميز صوتي من صوت ربنا ازاي اميز صوت ربنا من صوت. لان دول التلات اصوات اللي بيحصل جواهم جوايا لاخبطة. واحدة منهم. هل ده كان ميلي الاول? ولا بالعكس اراتي كانت عكس كده والصوت بينديني عكس اراتي. لما كوني الصوت دوت اللي انا بقراه في الصلاة. لان بسمعه في الصلاة او بقراه في الكتاب. مع اراتي على طول بحط قدامي علامة ايه? استفهام. لا. محتاجت اكيد. مقدرش اسمعه لان ده من الاول كان جوايا. مسلا. صوت الضمير او صوت السايكولوجي بيقولي ده غلط. لكن ما بيورنيش الجدر. ما بيقولي ده عدم ثقة في النفس. كويس? بس ما بيورينيش السبب وراها. روح قدس بيوريني. بيوريني. باباك عمل فيك كده. ممتك عملت فيك كده. صحابك عملوا فيك كده. مش كده? طوي لي بالك. طوي لي بالك. اما الدكتور بيعمل كده. هكمل. 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 بيوريني حاجات انا مش فاكرها. بيفكرني بحاجات انا مش فاكرها. فهماني? واحد اتنين. يشاور على حاجة في ربنا تشفيني. ما بيشخص من غير علاج. ده واحدة من الحاجات الستة اللي ما بين ربنا وبين ابليس. ابليس يقول لي انت وحش. وما لكش علاج. انت بصراحة ديه الكلب ما يتعدلش. كده على طول. فايقس. لكن روح القدس يقول لي ده غلط. وقادي الصح بتاعه وانا جاي يساعدك. الاطباء مع امراض كتيرة يقدر يشخص. بس يقول لي المشكلة ان المرض ده ملوش علاج. ربنا عمره ما يقول كده. صوت الروح القدس دايما التشخيص والعلاج جايين في ورقة واحدة. عشان ما يقس. عشان ما يقس. وده يفرق قوي ما بين صوت ربنا وصوت ابليس وما بين صوتي انا. صوتي يمكن يشخص. ما يجيبش الجدر لانه مش عارفه. وما يجيبش العلاج لانه برضو ايه مش عارفه. لكن ربنا فحص القلوب والكلة. شايف المشكلة. وشايف سببها وشايف علاجها ويدهومني في ورقة واحدة. عشان ما تهش. في انتوني بقول ايه? فخليني اقول دايما في جداول. دايما ربنا عنده جداول. يديهاني كده عشان اميز عشان مش عايزني قتوه. انا جاوبتك? تصدر. انا عندي مشكلة. اه. انا دلوقتي فاهم الخلوة الشخصية وفهمت فهمنا فهمت اكتر. في الحلقات دي والحلقات اللي فاتت. وفهمت حاجات كتير ما بعملهاش يا استاذي. ما بتعملهاش? اساسا. كويس اوي. فانا حاسس مسلا ضع مني خمسة وتواتين سنة ولا حاجة. طيب حاجة الاوحاش بقى. ايوة. انه هل في حاجة اسمها رجل صلاة حد ده صلاة. وده يعمل يعني انا دايما كنت اقول لما مسأ مجموعات صلاة او حاجة مش بميل اول مجموعات الصلاة. مش انا انا بتاع الحاجات العملية. انا بحاجة الحاجات العملية. صح كده. فالصلاة ده مش عملية خالص. لا بالعكس. انا فهمت انه عملية. كويس اوي. فالنهاردة. دلوقتي. اه قبل كده. اه كنت احس انه في ناس حاجة صلاة وفي. بس برضو عايز اقول حاجة عايز اقول مسلا مراتي مسلا انت احب مجموعات الصلاة وتروح كتشديني معاها شوية. انا بروح وقعد اصلي بس معظم الوقت مش موجود في الحلقة. برا. الموبايل. مش عارف. الموبايل الشغل بقى. بس مش مش قادر احس برضو حدسيس ان انا عندي اه مقدرة ان انا قعد في حلقة صلاة. هل ربنا بيميز ناس بصلاة? وميز ناس بحاجات تانية? ولا انا بدل نفسي كارتو بلانش كده? او يعني بدل نفسي اه يعني عزر. طيب. خليني اساعدك. ايه ساعد. هناخد شخصيتين في الكتاب بيزنس من بحق وحقيق. يعني انت بيزنس من بس هما بيزنس من اوي. او. نحمية. او. ودانيال. دانيال كان رئيس وزراء. او. يعني متهيالي برضو يعتبر بيزنس من مش كده? رئيس وزراء لأكبر امبراطورية في العالم في ذلك الوقت. متهيالي كان بيزنس من ولا ايه? اكيد. الحمد لله. ونحمية كان ساق الملك. ده مكانة كبيرة اوي. ولما ساب. ها? بقى حاكم مدينة او دولة. او. مظبوط. صح. لما تقرح حياة ده وحياة ده. رجال صلاة ولا لا? اكيد. صح? نحمية كان رجل صلاة ومش بتاع يعني مش ملوش في العمل. ده بنى اصوار المدينة. ده اعاد النظام والعبادة لمدينة. صح كده? ده حاجة خربانة عدلها من اول وجديد. كانوا مشتغلوا نهار وليل. يعني بس تعبت. انا ما قلتش. انت قلت. انا خد مثلين. مش لانبياء. دانيال. ونحمية. مش انبياء. احنا ناس بدائما بتعامل دانيال انه نبي. نبي معناه وظفته كانت النبوة. دانيال كان رئيس وزراء. تمتع بموهبة النبوة. زي داود. داود مش نبي. لا يعتبر العهد القديم نبي بمعنى كانت وظيفته النبوة. زي الية. زي ساموئيل بالزبط. لا. دا كان ملك تمتع بموهبة النبوة. فكتب مزامير. مظبوط. فكتب نبوات. دانيال كتب نبوات تاريخية دقيقة. يمكن ادق من اي نبوات تانية موجودة في سفر دانيال تحققت بالساعة وباليوم وبالزمن وبالوصف. لكنه كان رئيس وزراء. رئيس وزراء لأعظم امبراطورية في عصرها. امبراطورية مادي وفارس. بس كان رجل صلاة. وبيصلي ثلاث مرات في اليوم. صبح وضهر ليلة. وبيصلي وكوة مفتوحة مع ان الصلاة دي رميته في جب الاسود. قال لا انا مش ابطل اصلي. انا عايش بالصلاة مش ابطل اصلي. واللي عجبه عجبه واللي مش عجبه يرميني في جب الاسود. انا رأيي مفيش حاجة اسمها ده مدعو للحميمية وده مش مدعو. ده مش لازم يقرب مني قوي. لا انت يا حبيب مش بتاع القرب. انت تروح تشتغل. ودول يقربوا مني. فاكر مريم ومارسة. اه. المسيح قاعد وبيتكلم. كويس? فتح المدرسة. مارسة بتعمل مارسة بتعمل ايه? بطب مريم عاملة ايه? لابدة. مارسة قلت. ما تقول له اختي توب تساعد. عندنا عزومة وكل الناس دي هتاكل النهاردة وهي قاعدة كده حرشة بارشة عند رجليك وانا تعبت. صح? مسيح الله ايه? مارسة. الله. تعالي عودي. تعالي عودي. احنا فتحين مدرسة دلوقتي. ده مش وقت الاكل. احنا بنشرح حاجات مهمة. لما نخلص كلنا هنقوم نساعدك. طب اهه. ينفع. ينفع هناك دايما وقت. اسمعني. لان الحتة دي ملاخبطة. احنا فاكرين دايما ان يا مارسة. يا مريم يا مارسة. يا قاعد. ما بعملش حاجة خالص. يا بشتغل وما عنديش وقت اععد. ايه اللي عايزه المسيح? وانا بتكلم. والمدرسة مفتوحة. نقعد كلنا. ونسمع. نخلص كلام. نقوم كلنا ونعمل ايه? ونشتغل. نحمية قال ايه? بيد نبني وبيد نحمل السلاح. يعني التفسير الروحي. بيد بشتغل وبيد بصلي. التوازن ما بين الجلوس عند اقدام المسيح والاستماع والصلة والعلاقة الشخصية وبناء العلاقة وبين العمل والجد في الحياة. لاني مسؤول كانسان اني اعمل. ومن لا يعمل لا يأكل بيقول الكتاب. والعمل عبادة. العمل في الكتاب المؤدس عبادة. لان الله اوكلنا على الارض. اعطانا مسؤولية العمل. فاحنا مسؤولين امام الله ان نعمل وان نحفظ الحياة اللي صنعها الله على هذا الكوكب. فالعمل هو في حد ذاته عبادة لله لو عملتها بالاتجاه الصح. فما فيش حد يصلي وحد يعمل. انا وانت لازم نصلي وايه? ونعمل. ينفع اطلب ده من ربنا. يعني ينفع اقول له خليني راكز وقاعد اصلي. اكيد اللي انت تعلمته النهاردة بتقول انا في حاجات عمري ما عملتها عشان كده ما حبيتش الصلاة. لو عملت اللي انت سمعته النهاردة هتحب الصلاة. انا حاسب تبكيت. يعني عشان انا بسأل السؤال ده لان انا من جواي حاسس انه انت انت واقع يعني في حاجة غلط. فانا بسأل السؤال وعايز اجابة تقول لي اه واقع. انا مش عايز اجابة تقول لي صح. انا عايز اجابة تقول لي انا واقع. هو بيقول لك ايه? واقع. طب خلاص انا مالي. انا عندي سؤالين في عباية اكترون مخدس. ايوة. اه في حالة التأمل انا لو قررت حتة وجعت قرأها تاني. فهتأملها ازاي? بشخصياتها وا 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 وا. فانا مش شاف انها تبقى فيها جديدة. في التأمل. مش احنا حناخد تقريبا حلقة كاملة عن التأمل. وحنعملها. يعني بعد ما ارى الحاجة ابتدي اعمل لها اخراج تليفزيوني جوايا. بس وانس عملت لها موافة واحدة مش عارف عملها تاني. ما انا بقراها عمري ما بعرف اعملها في اول مرة. انا ما اراها في الاول ده مرة زي ما يكون ايه مخرج ارى الرواية وبعدين ابتدى يشوف هيخرجها ازاي? ولا بيخرجها قبل ما يراها. مش كده? انت بتقرى السكريبت. بتقرى البتاع دوت اللي كاتبها الكاتب. وبعدين بتتتصورها فيلم. وتتخيل شخصياتها وتدور على الموثلين بتوعها مظبوط. فده بالظبط التأمل. في الاول بقرأ وبفهم. مين بيقول لي مين عايز يقول ايه? مظبوط. ده اللي بيساعدني بعد شوية يعمل ايه? الميديتيشن. اني حاولها الى فيلم قدامي عناية شايفها. وبينها اروح داخل جوه الفيلم. ولف على الشخصيات. طب سؤال. ممكن تصبر علينا? هناخد حلقة كاملة عن التأمر. في حتة تاني مسلا في العهد القديم احنا انا بلاقي كلام صعب مش فهمه. صح. ازاي انا كلام مش فهمه هتأمل فيه اصلا. عديه على طول. وحط عليه عملت استفهام وفي اللفة الجاية باسأل عنه. انا في الاول كنت بعمل كده. اول كتاب بتاعي لو بصيته هتلاقيه متعلم حاجات وحتة كده علامة استفهام ومعديها. حتة كده اسماء 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 لا حعرف اتأمل فيها ولا حعرف افهم اي حاجة روح عامل ايه? روح معديها. على قدي بقرأ على قدي. صح? ففيه هنا غزة لكل الاعمار. بعد ما ما تكبر او يتكبر هتكتشف ان الحتة بتاعت الاسماء دي بتأكد الانساب. والانساب ده عمل تاريخي بيأكد لك ان المسيح ابن فلان ابن فلان ابن فلان. وان ده التسلسل الحقيقي. ولما اتدور بقى في الحفريات وبتدور ده دور الاسماء. تفهمتي اللي عايز اقوله? فده جزء من صحة الكتاب. انت مش هتتأمل فيه. فانا بقرأ قراءة تأملية. ما ليش دعوه بالحتة دي. وانا بقى حدرس عشان اثبت صحة الكتاب. الحاجات دي هتبقى ايه مهمة جدا. عندي السؤال الاخير. فضل. ده السؤال الكبير يعني. ايوة الحمد لله. اه كلمة اتراك دي انا مش فهمها خالص. خالص يعني. عشان ما جربتهاش يمكن قبل كده. يمكن. صح? الفرق بين افهم والمس. المس الحقيقة. مش مجرد حسها. المسها. الكتاب بيقول عبارة جميلة قوي. في يوحنى اصحح واحد بيقول الذي سمعناه. تكلم عن المسيح. سمعناه. وبعدين الذي رأيناه. الذي شاهدناه. الذي لمسته ايدينا. بص التطور. سمعت الاول. وبعدين شفت. المشاهدة معناه معاينة. فهم ما عايز اقوله. يعني شفت حاجة غير شاهدتها. عاينتها. قلبتها. فبيقول المسيح سمعناه. وبعدين قربناه. فشفناه. وبعدين قربناه. فشاهدناه. وبعدين قربناه اكتر. فعملنا ايه؟ لمسته ايدينا. سمعت ده فهمت. رأيت وشاهدت ده الاعلان. بيقودني ان اعمل ايه؟ ان اروح لامس الحقيقة. فتجري فيها. فالحقيقة تجري جوايا. وتبقى جزء مني. زي ما بقولت. روح غطسة جوايا. فالحقيقة تلزبت جوايا. بيحبني. بيحبني. سمحني. خطياي اتمسحت. انا سمعتها. بس انا دلوقت شفتها. ولمستها انا في السجل الالهي. مفيش ولا خطياة مكتوبة. عارف الادراك ده؟ ده الادراك. فهمت عايزق ليه؟ كده فهمتني؟ الجميلة التلت خطوات دي. سمعناه رأيناه وشاهدناه ولمسته ايدينا. وبتكلم عن شخص مش بتكلم عن شيء. عزيزي المشاهد. اشكرك عشان متابعتك لينا هذه الحلقة. اشكرك عشان خاطر التفاصيل الدقيقة اللي احنا بنتعرض اليها. اتمنى ان التفاصيل دي تساعدك. انك تكتشف اسرار ملكوت السماوات. وروعة الرحلة التي دعانا المسيح ان نسيرها معه. الى ان نلتقي في حلقة قادمة من مدرسة المسيح الرب معك ويباركك. امين. عزيزي المشاهد في ختام حلقتنا. برحب بيك في الميس في مدرسة المسيح. وبشجعك انك تواظب وتداوم في المدرسة دي اللي بصلي انها تكون نور واعلان في طريق رحلتك مع يسوع. عشان كده بشجعك انك تكتب لينا وترسلنا على الويب سايت. تحل الامتحانات اللي موجودة. وتبعث لنا الاسئلة اللي انت مش فهمها. انا عارف ان المدرسة دي بتسير تساؤلات وحاجات جديدة يمكن بالنسبالك. واحنا عايزين نقف جنبك. ونشجعك انك تعيش للرب بكل قلبك. امين. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة